عقدت جماعية الهلال الأحمر المصري مؤتمرا صحفيا بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأعلن الهلال الأحمر استقبال 450 طن من المساعدات الإنسانية من خلال 35 سيارة يأتي ذلك في إطار التعامل بين مصر ومختلف الدول لإصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ومن جهته أعرب السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم عن شكره للهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة قمنا حتى الآن بالمساعدة من قبل الهلال الأحمر المصري والسلطات المصرية بتأسير 28 رحلة جوية احتوت على تقريباً 850 طن مساعدات متنوعة مواد غاثية مواد غذائية مسلزمات طبية معدات طبية سيارات أسعاف كان بصراحة إيصال هذه المساعدات تم بشكل سلس وبتعاون صراحة عالي المستوى من قبل أشقائنا في مصر ومن هلال الأحمر المصري والسلطات كذلك في العريش واليوم نقوم بتدشين قافلة إلى العريش مكونة من 35 شاحنة تحتوي على 500 طن مسلزمات طبية وإيغاثية وغذائية إلى أشقائنا في غزة استمراراً طبعاً من الدور الإنساني اللي بتكون بجمهورية مصر العربية والدور المكلف بجمعية هلال الأحمر المصري نحو استقبال واستلام وتنسيق عملية المساعدات الإنسانية سواء كان بالمجهود الجوي أو المجهود البر أو من خلال البحر برضو بيأتي في هذا المصدد التعاون مع الهلال الأحمر الكويتي في استقبال وتجيز المساعدات اللي هيتم شحنها عن طريق 35 شاحنة بإجمال 400 طن إلى العريش عايزة أقول إن الهلال الأحمر المصري بينصق مع جميع جمعيات الهلال والصليب في المنطقة وفي العالم من أجل برضو تحديد الاحتياجات التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني عشان يشوف الأولويات بالشكل السليم كل دوت بيتم منذ بداية الأحداث حتى زياد الله